مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اضطراب جوي مرفوق بتسرب لها وقبارت على أغلب المناطق الشمالية هذا سيسمح لتساقط التولوج ومصلحة الأرصاد الجوية تنبه من تساقط التولوج خلال ليلة اليوم لغاية صباحة الغد بحول الله على كل منتزي وزول بويراب جاية سطيف برج بوراريش إذن سمكة التولوج سيقارب العشر سنتيمترات يجب أخذ الحيطة والحذر بالنسبة اليوم الغد بحول الله تبقى دائما أجواء مطاربة على المناطق الشمالية مرفوقة بأمطار محلية على المناطق الغربية الهدابة الوسطى والشرقية بعض الأمطار على شكل زخات رعدية نحو السواحل الوسطى وخاصة الشرقية مرفوقة أيضا بهبوب رياح قوية التولوج ستبقى تتساقط على المدن السابقة الذكر بالنسبة للمناطق الجنوبية الأجواء ستكون مستقرة على العموم مع تطاير الرمال بأغلب المناطق الجنوبية عن درجات الحرارة خلال ليلة اليوم نتيجة أن تساقط التولوج ستقرب درجة واحدة تحت الصفر باستيفة درجة الصفر بباتنا والجلفة ما بين خمسة إلى إحدى عشر نحو السواحل ترتفع بوهران وتكون باردة بسواحل الوسطى والشرقية تسع درجات منتظرة بالواد بالمغير بورقلة ببشار بأدرار ثماني درجات بتامن راس وغردايا وتلت درجات فقط بجانات تقرب العشرة إلى إحدى عشر ما بين إنسالح برشبجي مختار إنجزام وتندوف بالنسبة للحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد تبقى باردة ثماني درجات بالبيد ولو ستعرف ارتفاع طفيف تسع درجات بكل من تيارة الجلفة عشر درجات بقسنطينا خمسة عشر إلى سبعة عشر فقط بسواحل سبعة عشر أيضا بشمال الصحراء تسعة عشر بالسورة والواحد ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين درجة بين مرتفعة العقار وتسلي إلى الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الغربي تسلي إلى سبعة وعشرين درجة ببرشبجي مختار الحرارة أو البحر خلال يوم الغد بإني لا سيبقى مضطرب هذا على كل سواحل أحيانا كثيرا الاتراب نحو سواحل الوسطى والشرقية رياح من ضعيفة إلى قوية نسبية نحو سواحل الوسطى والشرقية ضمن تيارات غربية شمالية غربية بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول له إذن يوم الثلاثة ستبقى بعض الأمطار المحلية تخص سواحل الغربية الوسطى تكون على شكل زخات رعدية نحو سواحل الشرقية مرفقة به ببريح قوية نسبيا الهدابة العليا ستعرف أجواء مستقرة مستقرة أيضا بكل مناطق الجنوب الكبير درجة الحرارة تبقى باردة ما بين خمس درجات بالمناطق الداخلية إلى خمسة عشر بسواحل تفي حدود 18 درجة بشمال الصحراء و26 درجة بأقصى الجنوب يوم الأربعاء بحول له دائما تبقى صحب كتيفة تخص تقريبا كافة المناطق الشمالية عدى الهداب أو منطقة الأوراس بعض الأمطار الرعدية نحو الهداب الغربية هذه الأمطار ستنتقل خلال أواخر النهار نحو سواحل الوسطى وكذلك الشرقية ريح قوية نسبيا بسواحل الغربية نفس الوضعية الجوية بالمناطق الجنوبية ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة يوم الخميس بحول له إذن نرتقب عودة الصفاء من جديد على كل المناطق الشمالية دباب خلال الصباح الباكر سيميز كل المرتفعات الوسطى والشرقية مع درجة حرارة مستقرة مقارنة بيوم الأربعة نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة وقت الشرق سيكون في حدود الساعة السابعة وتمانية وأربعين دقيقة والغروب على الخامسة مساء وقتا وثلاثين دقيقة مشاهدين أشكركم على حس المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظ